اهلا بالمتابعين الأفاضل لازلنا ضمن سلسلة دراسة القرآن ككتاب الفصول والقراءات والذي استمد أصله من الكتب المقدسة السابقة له كالتوراة والزابور والإنجيل وكتب اليهود كالمدراش والمشنة وكتب الأبوكريفة وغيرها من المصادر ورأينا في الحلقتين السابقتين القراءة الفيلولوجية لكلمة شيئة في صورة البقرة الآية 71 حيث يقول عنها الدكتور كريستوف ليكسنبرغ لا شبه فيها جمع شبهة ثم تحدثنا عن الاختلاف بين التوراة والقرآن فيما يخص لون البقرة هل هو أحمر؟ ضارة دوما؟ أو أصفر؟ صفراء فاقع لونها ورأينا أحد كبار الحخامات في بداية القرن العاشر الميلادي هو الحخام سعدايا بن جاءون بن يوسف الفيومي قد ترجم كلمة أدومة بين قوسين حمراء في صفر العدد الإصحاح 19 العدد 2 إلى كلمة صفراء باللغة العربية وقلنا أن هذا الحخام لابد أنه يفرق بين اللون الأحمر والأصفر في اللغتين العربية والعبرية وتأجحت كلمة صفراء بين الصفراء والمين نحو السواد فاللون الأحمر في القرآن جاء في صورة فاطر الآية 27 ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود أما اللون الأصفر فقد جاء في صورة الحديد الآية 20 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وثكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيط أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى آخره وكذلك صورة الزمر الآية 21 فأصل كلمة صفراء أو صفراء من اللغة الآرامية تعني صباح مشرق ويكون بين الصفر والحمرة وبما أن اللون البني لم يكن موجودا كاصطلاح عربي إلا في بداية القرن التاسع الهجري إذن سواء كان اللون الأحمر في التوراة أو الأصفر في القرآن فهما دلالة على اللون الترابي وهذه التحليلات تعتمد كما قلنا على علم الفيلولوجيا ويتضح المعنى بالرجوع إلى الكتب السابقة للإسلام ومن بين الدلائل التي تؤكد ضرورة الرجوع إلى هذه الكتب هو وجود بعض المقاطع الغامضة في القرآن التي يتضح معناها من خلال المناقشات التي كانت تقام في المجالس العلمية عند اليهود بيت مدراش أو ما يسمى حاليا بالياشفا وما نريد الإشارة إليه هو المقطع الموجود في سورة البقرة الآية 67 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعود بالله أن أكون من الجاهلين فعبارة أتتخذنا هزوا بمعنى أتسخر منا فقد جاء فيها غموض لأن الآية التي قبلها تتحدث عن الذين اعتدوا من بني إسرائيل يوم السبت ثم ينتقل الحديث فجأة لقول موسى بأن يذبحوا البقرة والسؤال المطروح لماذا يجب ذبح البقرة ثم لماذا الرد على موسى بسؤال أتتخذنا هزوا لفهم هذه المعضلة رجع معظم أهل التفسير من علماء الإسلام إلى الآية التي كنا في صددها أو في صدد الحديث عنها في الحلقتين السابقتين وهي الآية 72 وكما قال الطبري الحديث عن أمر الله تعالى ذكره بذبح البقرة عند تدارئهم في القتيل إليه لمعرفة من قتله وهذا التأويل غير مقنع لأن موسى قام بالعديد من المعجزات أمام أعينهم بحسب التوراة والقرآن بالتالي الكشف عن القاتل ليس بالأمر الذي يجعل بني إسرائيل يظنون بأن موسى يسخر منهم لكن بالرجوع إلى المجالس العلمية لليهود بيت مدراش فيما يخص التطهير من النجاسة في حالة لمس ميت فكيف ببقرة ميتة أن تقوم بتطهير من لمس ميتا فعلا إنه شيء محير بالنسبة للنقاش الذي يدور حول تطهير بالرماد البقرة بقرة الحمراء في مدارس لياشيفا تشهد العديد من المدراش شيم جمع مدراش وهي سلسلة من مجموعة التعليقات على التناخ ويحاول مدراش تنحوم حل هذه الإشكالية من خلال الرد على السؤال في صفر أيوب الإصحاح 14 لعدد 4 من يخرج الطاهرة من النجس لا أحد غير الله الذي أخرج من صلب طرح إبراهيم النبي وكذلك في القرآن ملقب بآذر كان يعبد الأصنام ويصنعها كما جاء في مدراش ربه وفي صورة الأنعام الآية 74 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين بمعنى أن شخصا نجسا بعبادة الأصنام يلد شخصا طاهرا بإيمانه بالله وكذلك يضيف مدراش تنحوم أن الله أخرج من صلب الملك أحاز المنافق بحسب النبي أشعيه الملك حزقيا الرجل التقي وهكذا يحل هذه الإشكالية وهذا ما نجده في القرآن سورة الروم الآية 19 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وبالتالي فضرب الميت ببعض البقرة الصفراء في الآية 73 من سورة البقرة هي رمزية كرمزية الآية التي بعدها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخره بمعنى أن الحجارة الميتة القاسية يمكن خروج الماء الحي منها وبالضبط كما فعل موسى عندما ضرب الحجر لإخراج الماء في صفر العدد الإصحاح 20 العدد 11 ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها كما قلنا في الحلقة الماضية فقسوة قلوب بني إسرائيل تحدث عنها مدراش ربا مشيرا إلى صفر حزقياء الإصحاح 36 العدد 26 وأعطيكم قلبا جديدا وأجعلوا روحا جديدا في داخلكم وأنزعوا قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وهذا الإصحاح يقدم لنا خروج الحياة من الموت في العدد 34 وتفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر وهذا العابر هو الذي أشار له القرآن أيضا في صورة البقرة الآية 259 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخره ولصعوبة مفهوم تقس البقرة الحمراء في التوراة يشير كل من مدراش ربا ومدراش تنحومة إلى أن سليمان بن يوسف عفوا بن داود رغم حكمته العظيمة إلا أنه لم يستطع فهم منطق تقس البقرة الحمراء منطق تقس البقرة الحمراء بحسب المدراش هو أن الله يخرج الطاهرة من النجس كما رأينا في مثال إبراهيم المؤمن الطاهر يخرج من صلب تارح أو آزر النجس بحسب عبادة الأصنام أما منطق القرآن لتقس البقرة الصفراء فهو إخراج الله الحي من الميت نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة فكونوا معنا اشتركوا في القناة